مصطفى لايف لتعليم القيادة القيادة عالمنا لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اللي تسوي إنك طبعا تتواصل أو تراجع المدرسة وراح تدفع رسوم إعادة اختبار ثم راح يعطو لك موعد آخر عن إعادة التأمين أو تجديد التأمين الراجئ طبعا لما ينتهي التأمين أنت مش ملزم إلا لازم تجدد تأمينك مع نفس الشركة لا عادي تقدر أي شركة خلاص أنت التأمين طبعا عن طريق التطبيقات عن طريق المواقع ولكن أحذر المواقع أنا أفضل التطبيقات لأنها أكثر ثقة لدفع الأموال طبعا لازم يكون لك معلومة أن كل ما تختار مزايا وخدمات أكثر كل ما راح يطع ليك التأمين أكثر وكما هو معلوم التأمين الشامل أغلى وتأمين ضد الغير أقل نعم دروكسون هذا هذا الدروكسون يعزك ولا مواصلات تحتاج لهم ويذلونك ولو بفلوسك أخوك اللي يقول أستح على وجهك كل نساء أقول لأنت اللي أستح على وجهك يا أيها الطيب يعني اش دفيه إذا خدمت رجالاً ونساء إيش المشكلة على كل حال أتوقع أن أنت من نوعية اللي تقول ما عندنا حريم يسوقون سيارات محترم ليش كنت كنت مركز في محتوية للنساء فيما يتعلق بقيادة السيارة أنا مدرب تعليم القيادة ولي ثلاث أربع سنوات لا سبع ست سنوات أو سبع سنوات في هذا المحتوى وجدت بأن 85% من السائلين واللي يبحثون عن المعلومة والمحتاجين حق المعلومات أكثر النساء الأولاد أقل الأولاد ما شاء الله سيكون بدري لذلك أنا ركزت على ألف الأكثر حاجة يقول إذا حطوا لي في الرخصة قيود غير عادي وسيكت أوتوماتيك أو العكس طبعاً يفترض لما أنت خالف أحد القيود في الرخصة يكون عليك مخالفة لكن تقدر تغير القيود عبر المرور تروح المرور وتقولوا مغيروا القيود لي من كذا إليك يعني سؤال قالي لهجتك بمحمد غريبة أنت من وين؟ نعم أنا من المملكة العربية السعودية من الأحساء إحنا عندنا في الحاسة نقول لهجتك كتابك سيارتك وهكذا توقع حتى جزء من بعض المناطق في الإمارات العربية المتحدة على كل حال في القرآن مكتوب كتابية أو كتاب يعني إلى عياة أي سؤال أي استفسار حياكم الله دمتم بود